موسيقى مشاهدين مساء الخير ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج ضيف خاص ويسعدني أن تكون ضيفتي في حلقة هذا الأسبوع القيادة والأستاذة أمينة مع العينين عضو المجلس وطين الحزب في الحقيقة هذه الحلقة كان مفترض أنه تعقد مباشرة بعد معيقات دورة المجلس وطين الحزب العدل والتنمية مؤخرا ولكن أجلت لأسباب مختلفة الدور الأخيرة المجلس وطين الحزب العدل والتنمية والتي يعتبرها البعض ما زرت مفتوحه من حيث النقاشات والأفكار والتصورات تمتلت وأيضا من حيث القضايا التي لم يحدث حولها توفق اعتبرت في المجلس الوطني كثير من القضايا عند راهنية ديالة خاصة من ناحية السياسية أو تنظيمية أو حتى القضايا المستجدة في الصحة السياسية وعلى رأسها عودت العلاقات الدبلوماسية والرسمية الكاملة ما بين المغرب وإسرائيل وما خلف هذا القرار من ردود فعل واضحة على مستوى الحزب على مستوى بعض القواعد وأيضا على مستوى بعض القيادات اللي حديث عن جميد عضويات والتفكير في مغادرة الحزب المناسبة أيضا في نظر البعض هي إعطاء فرصة وإسمع صوات القواعد ومناقشة القواعد في كيف يتسير القيادة لشؤون الحزب في العديد من القضايا هذه الدورة أيضا تزامنت مع الدعوات المتتالية والمتكررة لعقد مؤتمر وطني استثنائي للحزب لاعتبارات مختلفة سنناقش أحقيتها في هذه الحلقة ولأن الشيء بالشيء يذكر كان المجلس الوطني أيضا مناسبة لإعادة مناقشة مناطق ترهل لدى الحزب أو التي بدأت تصيب الحزب في السنوات القرية الباضية وخاصة في كيف يتعاطيه مع قضايا الشأل العام وهي هنا كثيرة ومتعددة وهناك في هذا السياق وداخل الحزب من بدأ يتساءل عن تأثير الحزب عفوا تأثير الحزب وقوته خاصة بعد موضي حوالي عشر سنوات من تدبيره لشأن المجتمع العام في الجهة الأخرى أيضا هناك أصوات سارعة للدعوة إلى فتح نقاشات واسعة وموسعة ودون ضوابط رسمية محددة أو شيء من هذا القبيل وذلك لوضع اليد على عدة أصابع في أماكن الخلل سواء تنظيمية والسياتية ولربما حتى الفكرية داخل حزب العدالة والتنمية لمناقشة هذه القضايا وقضايا أخرى أسعدني أن أرحب بضيفتي سيدة مع العينين شكرا سيدة مع العينين على قبول الدعوة ومرحبا بك شكرا الأخي يوسف على الدعوة وأعتدر فعلا لأنه كان مفروض أن ندير هذا اللقاء مباشرة بعد دورة المجلس الوطني ولكن كانت الظروف كنت السبب فيها أنا وهذا الشيء كان أعتادر شكرا لدعي لإعتدار لإعتدارات مقبولة لأنه فعلا عرفنا بأنه كانت هناك انشغالات كثيرة جدا وما تمكنناش الإتيحة كما قلت في البداية التقديم بأنه كل ما يعتبر داخل الحزب بأنه دورة المجلس الوطني الأخير هي بحق مزات مفتوحة من حيث تصورات وأفكار والنقاشات تم توصل إلى بعض التوافقات أو بعض الخلاصات ولكن حسب الكثير من القراءات وحسب الكثير من أعضاء الحزب خاصة في المجلس الوطني يعتبر بأنه مازال أمور اللي مازال خصصة يتعمق فيها النقاش قبل ما ندخلوا لصول الموضوع بدلت وضعينا في الصورة الممكن إلى حدود الإمكانية المتاحة كيف دازت دورة المجلس الوطني خاصة نسمعنا بأنه كانت نقاشات ربما وصلت إلى مرحلة حادة جدا طبعا في الحدود المقبولة والإمكانية المتحالكة طبعا بالنسبة لدورة المجلس الوطني كانت أمور اللي أنا كنشوفه في منظوري السياسي اللي يجب بالضرورة أن تشارك مع الرأي العام بخصوص حزب في الموقع اللي هو فيه حزب العدالة الاتنمية الذي يدبر في الحكومة وفي الجماعة وفي كدر بمعنى أن حق المغاربة وحق الرأي العام وتأطيره سياسيا أنه يكون نقاش طبعا ما كنتخرج في التفاصيل التنظيمية ولكن نقاش سياسي المؤطر السلوك سياسي بالعكس مطلوب فيه أن ينفتيح ومطلب أيضا يسمع الناس لأنه هو من الناس والناس منه فالدورة المجلس الوطني كانت في سياق استثنائي خاص كل تابع أنه كنا نديروا دورة استثنائية خاصة على جد طلبات من أعضاء مجلس الوطني يطالبوا فيها بدورة استثنائية ثم تم التوافق على أنه كانت الدورة العادية قريبة فمشينا إلى دورة عادية ولكن في سياق استثنائي سياق الاستثنائي طبعا هو هذا التوقيع لرئيس الحكومة اللي هو أمين عام حزب العدالي 8 على ما يسمى بعودة العلاقات الدبلوماسية مع الكاين الصهيوني ثم التدعية اللي عملتها داخل الحزب إضافة إلى نقاشات كانت سابقة عليها لأنه هو ديك الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي اللي داروها بعض الأعضاء دي المجلس الوطني وأدرجها مكسب المجلس الوطني للنقاش والعقدة الجنة السياسية دي المجلس قبلها المرة الأولى والمرة الثانية ما كانش مرتبة تفقت بهذا الحدث دي العودة العلاقات وإنما وجبش يأكدها فكان نقاش كبير داخل المجلس الوطني عموما نرى كين بلاغ أو بيان دي الدورة اللي فيه فيه أمور كتيرا اللي بالنسبة لي تعتبر خارطة طريق التي يمكن أن يؤسسها عليها الحزب نقاشه في المرحلة المقبلة ولكن بالنسبة لي اللي حضرت على مدى يومين وكان حاول نرصد النقاش اللي كان الخلاصة الأساسية عندي منه هو أنه حزب العدالة الثانية فيه مخاض مخاض حقيقي ناتيج على هاد المصار اللي يمشى فيه الحزب وانطلاقا من المواقع اللي هو فيها طبعا هاد المصار دي التدبير شأن العام ما أولا من موقع رئاسة الحكومة دام عشر سنوات فما يمكنش بالنسبة للحزب العدالة الثانية يحتضن طينة المناظرين والمناظرات دياله بالنظر إلى المرجعية دياله بالنظر إلى الهوية السياسية دياله والسلوك ديال المناظرين دياله ميكونش فيه نقاش كان نقاش كبير غير هو الأكيد أنه لم يتم حسمه لم يتم حسمه لأنه استمر هاد المخاض سمحي لا نشارك معك كانت نقاط التلاقي أكثر ونقاط الاختلاف أكثر شنو الموادع اللي أنا مبعد نتصله فيهم ولكن بغين نشوف الرأي ديالك أولا أنا مبغيتش يبان بأنه فقط كن نحنا يا بنية مستقرة مزيانة مفيهاش نقاشات حتجت هاد القضية ديال ما يسمى بالتطبيع ما عنده علاقة وهي اللي دارت ولكن هي ذات أكدات كان نقاش داخل الحزب كان السلوك السياسي والخط السياسي الذي اختارته القيادة الحالية للحزب في الحقيقة منذ المؤتمر الآخر والناس كيرصدوه وعموما تسجلت ملاحظات كثيرة العنوان ديالها العنوان ديالها الأساسي هو الموقع ديال حزب العدالة والتنمية في التأثير في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد موقع حزب العدالة والتنمية مدى الدفع بالمصار الديموقراطي ديال البلاد بالوضعية السياسية العامة بالوضعية الحقوقية العامة والعديد من الأعضاء يحسوا بأنه ماشي ولا وضعنا سياسيا باهت ولكن نقص بزاف هذه القدرة ديالحزب العدالة والتنمية في خلق إشعاع السياسي سياسي وقدرته على أنه يكون هو يأضطر الرأي العام في اتجاه النقاش السياسي في مستوى عالي لأنه الآن البلاد ما نعرفوش الناس غايتتافقوا معايا ولا غايتختلفوا معايا لأنه شبه فراغ حول الأطروحات السياسية المؤطرة للمرحلة المقبلة سوف نحصل لها لأمينة سوف نتفصل لها لأنه محور في الحلقة ولكن قبل لا نريد أن نركز الضبط على عودة العلاقات ولكن نريد أن نعرف بعجالة كيف تعمل مع المجلس الوطني قبل أن ندوز المحور الخاص المجلس الوطني لم يكن راضيا لم يكن راضيا على تدبير الحزب وهذا يغرى الارتباك بان وكان التبريرات تقدمت أنا ماشي في معرض أن أقدم التبريرات التي قدمها رئيس الحكومة والأمين لأنه يحصل للعوان هو تحدث مع الأعضاء وتحدثته في وسائل الإعلام ولكن العنوان أنه كان هناك ارتباك كبير وهذا الارتباك أصبح ملازما للسلوك السياسي دي القيادة الحزب وأن هذا شيء نقوله بدون حرج في محطات متعددة الإشكال أن حزب العدالة الاثنمية وإلا عنده ضيق الأفق دي النقاش السياسي في اللحظات دي الهدوء ودي الرخاء كل لحظات العادية اللي خصوة دير فيها نقاش كي يقول ستكد جي شي حدث شي انسيدون شي حارق في قضايا متعددة ونجيب لك أمثلة متعددة وكي يحاول يدير واحد كالطردجة وكان حاولوا نديروا واحد النوع دي التبرير واحد النوع دي التفسير اللي عادة ما لا يقنع لأنها نقاشات ومواقف عندها أبعاد فكرية سياسية في أحيان كثيرة بالنسبة لقواعد الحزب هوياتية ثم في لحظة كنجيو نديروا الموقف وكنجيو نحاولوا نبرره بوحدة براغماتية خلينا نقول براغماتية التي لم تعد تقنع كثيرا كثير من قواعد حزب العدالة لذلك الخلاصة بالنسبة لي بعد الرصد ديالي لهذا المخاض اللي كيعيش حزب العدالة الكمية هو أنه حقيقة هو في حاجة إلى ولادة جديدة سأتسمحي على المقاطعة لأنه سنرجع لي وجدت في حدة تدونات بحق مقال مطول على الصفحة ولكن كل اللي يريد تسأل وش قلتي بأنه مجلسة اللي لم يكن راضية وقعت كما تقال هنا هناك بعض النسحابات مناقشة لا أشوف أنا نقول لك ما يمكنشي واحد يقول بأنه اليوم هناك إجماع في حزب العدالة والتنمية على نقاش معين ومن الخطأ اللي كي يدار حتى في الحزب أننا في تقييمنا لأداء الحزب مش فقط الجانب التنظيمي ومن تبهوش الجانب السياسي أن الجانب التنظيمي في الحزب نعم هو عادي وقوي وهيئات التنعاقد والأنشيطة والتقارير والأمور كلها غد يمزيان أنا ماشي من هذا التوجه الذي يرصد مدى سلامة وصحة حزب العدالة والتنمية بالأداء دياله الدين والتنظيمية لأنه بنية نظيمية قوية حزب العدالة والتنمية لا أقول لك بأن هذا الشرع مهم لا هو مهم أنا أقول لك رحكينا واحدة وجهة النظر كتركز غير على هذا الشيء أنا ما كنتميش لهذا المدرسة السياسية ولا تعنيني هذا الشيء مهم ولكنه ليس كافيا ومشي أول موحد لأنه ممكن نجيب أحزاب تدير لها تضخط تدير لها تعطيها الإمكانية والتي تنظيمياً كتمشي مزيان ولكن على المستوى السياسي الذي يخلق التعبئة عند الأعضاء ويخلق الفكرة المعبئة التي تقنع والتي تستطيع أن تقنع الناس سيكون مشكل كبير لأن حزب العدالة والتنمية لم يقتنع داخلياً لا يقنع هو كان يقنع لأنه كان عنده فكرة جامعة معبئة الأعضاء مقتنعين بها لأنه لم يقتنعون لك الأعضاء سيخرجوا لا يقنعوش الناس لأن المغاربة لا يمكنك التواصل معهم وتقول لهم أي كلام الآن بالنسبة لي لن يعد سليماً نقول المغاربة خاصة نوقفوا هذا الخطاب نحن لم يتغير موقفنا ثابت ومبدأي كحزب ولكن القيادات التي هناك في تدبير الشأن الحكومي ستدير اختيارات مخالفة لهذا الشيء ولكن نحن نديرها هناك حكومة أو لك برلمان ولكن نحن الحزب نحن معكم أنا شخص يحبس أنا زعمة مقتنعة لا هو خطاب خطاب يعكس أزمة داخلية عندنا والناس يشعروا بها هذا خطاب يعكس أزمة الناس ممكن يفهموا ما هي إقراهتك في التدبير الحكومي والبرلماني لأنك لا تمتلك أغلبية ولكن منين كتولي كتنخارط في نقاشات عندها بعد فكري أساساً وسياسي بأداء هنا وكتحاول تدير لها واحد تبرير وكتقول لهم لا نحن معكم ما بدلنا التحاجة لا لا مشي عند الناس وقول لهم بدلنا إلا كانت تبدلت قناعات ماشي عيب نمشي عند الناس ومشي عند القواعد ديالنا هذه النوع ديال محاولة ما نقولش التلفيق بين موقفين هنا وموقفون هناك ما بقى ما بقى ما بقى يمكن تسميه يعني إمساك العصا من الوسط طب حل بيان المجيس الوطني كالي يعتبر بأنه فيه كل آراء يعني فيه هنا وهناك يعني بحل يمكن أرض الجميع أرض الجميع المدخرة لا الغاضي بينه ولا يمطمئنين مرتاحين بيان مجلس الوطني فيه مقاطع مهمة جدا التي تحتاج أن أقول ذكرها ممكن أن يشكل أرضية خارطة طريق جديدة بالنسبة للحزب وفيه أمور خلافية اللي مشينا باش نحسموها بتصويت ضياغ جزء شوية من ميزة حزب العدار الثمي أنه يعرف على المستوى المؤسساتي يدبر هذه النقاشات ولكن اليوم أقول لك واحد الفكرة في الحزب كان قوله الرأي حر والقرار ملزم وكان قوله الأعضاء دينا ما تتكلموش على براء ضيغانا لكينش ناس اللي كيتهمونا بالاستقواء الإعلامي على الحزب من الخارج وكان يوجه لي الكلام طبعا بطريقة غير مباشرة أنا وشي وحدين أنكم تديروا الإشكالية الحزب وكتنقشوها على المستوى الإعلامي كينجوج نظريات كي يحاولون الناس يوقفوا هذا الإشعاع النقاش سيتي الذي يجب أن يكون لا على المستوى الخارجي ولا على المستوى الداخلي إما كيقول لك أنتم رأيكم كتبحتوا على الخلاص الفردي كتبغوا تبينوا بأنكم أنتم ماشي مع الحزب الحزب الاختياط ولكن أنا بوحدي أو لا كتبغوا تديروا الاستقواء الإعلامي لأنه كتمشي أمون برا هذا النوع بالخطابة بعدما يفتشي حاجة زيما ما يفتشي حاجة لا يفتشي حاجة لأنه أنا مؤمنة ومقتنعة في مصاري السياسي كنت دايما هكا الأمور ديال التنظيم الداخلية كان عرف فقاشة ما هي الحدود اللي مخصاش تخرج لبرا اللي هي بناتنا خاصة ما يتعلق فيها بأحداث وقائع أشخاص واخرها السلوك السياسي ديال الحزب كان في محطة عكس عكس ذلك الشي اللي كي يقول وفرق بين وفرق بين أنه يجب أن يضل الحزب ممارسا وقياداته والأطور دياله والوجه دياله يمارس الضور ديال التعطير السياسي اللي خاصنا نديره يعني ما يمكنش يكون فراغ على مستوي الساحة السياسية كل شي صامت كل شي ساكت ونقوله نهضروف لمؤسسات واحد النقطة بغيتنا وضحها فضلي لأنك تعني المناظرين ومناظرة ديال الحزب اللي اليوم كما قلت عندهم مخاض وعندهم نقاش وكي يعبروا على آراءهم نحن مؤسسات الحزب لا تستوعب إلا عدد قليل جدا من أعضاء الحزب نحن كنقوله اليوم عندنا قرابة ربعين ألف هذا الإحصاء مش رسمي على يتيح ربعين ألف عضو عندنا مؤسسات فيها أمن العامة المجلس الوطني المجالس الجهو اللجان الجهوية مجالس الإقليمية والمجالس الإقليمية المؤسسات بالحزب ماذا تستوعب هذه المؤسسات من أعضاء الحزب؟ 1% 1% 3% باقي أعضاء الحزب الواسعين اللي كي يشتغلوا كي يخدموا كي يخارطوا وهم اللي كي يجيبوا المكاسب السياسية ديال الحزب يعني القيادات ديال الحزب في كل المواقع مفروض عليها تسمع لهذه الناس وره ماشي إحنا دايما نكون على صواب مني أنا ومن الجميع نحن نخطئ في قراراتنا فيك يسميها الإخوان تقديرات نخطئ في تقديراتنا وشي مرة تجدت لك القواعد رك خطأتي ورك هذك الاختيار اللي غادي فيه رامشي هو هذك في عدة قضايا تسمع ذهب ما فيها عيب ونحاول ندير استدراك ونحاول ندير مراجعة هذا ما نحاول أن نقنع به هذا يوم داخل الحزب لأنه هنا بالنسبة للحزب يقترب أكثر فأكثر من نفس المصارات التي صارت فيها أحزاب وطنية كانت أقوى من الحزب على مستوى إشعاعها وأقوى من الحزب على مستوى قدرتها التأطيرية وأقوى من الحزب على مستوى تأثيرها السياسي في القواعد وعندها كارزمات ووجوه وأطر أكثر مننا ما هي الآن؟ ما كان قاعدة شيء واحد ولكن نحاول ندير تحليل لمصارات الهيئات السياسية ما هي الأنفين والأطر والنخب للأسف جزء منها ضعف المغرب والنقاش السياسي وجزء منها للأسف راهم شدد ما هي المخار التي تتكلم عنها والتحليل الداخلي للحزب الوضعيات التي تتكلم عنها الآن والشيء الذي تلاحظ بأنه في البيانة هناك قضايا سياسية مهمة نحن نقشها هناك قضايا سياسية تتكلم عن حركات الاجتماعية في المختلف المناطق ومنطقة الريف وشيطية تسوياتها بصفة نهائية ما يقول بأنه مطالب القواعد لأنه لم يقرأوا شيئا من هذا القبيل لنسبة للبيانات من القيادة لم يقرأوا شيئا لهم أنا أحاول أن نقلب عن المعلومات الصحية هذه المطالب السياسية سوف نتذكر فيها لأنك تتكلم عن المحور الفكري وندخل في المحور السياسي تضلي 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 ولكن خصوة كيف خصوة يعاود قراءة الواقع دياله والإمكانيات دياله منطلاقا من الموقع دياله وإلا إلا ما عرفش الحزبانة بالنسبة لي يقتنع أنه أنهى دورة وأنه يجب أن يفتح دورة جديدة بفكر جديد بأطروحات جديدة نعم وبنخبة جديدة أنا غنوصل لها غير يقول لي كيدير تأمين الوجود السياسي دياله وتدبير الوجود السياسي دياله قال إخوان راح نفض الموقع تفرض علينا هذا شيء وربعات الوزراء يخرجوا يقول لك أنا قناعتي لا ولكن الدولة إلا قاتل يندير قالوا الدولة أراك تجيبك باش تكون فاعل معها فهذاك القرار الذي ستتخذ ويخصك تكون جزء منه جزء في بنائه جزء من تحمل تبعات دياله جزء في التعبية للإقناع به لأن المشكلة ديالدولة اليوم هي أزمة أزمة تقابينها وبين المواطنين إلا بقوا الفاعلين السياسيين يقولون لحنا معكم ولكن راحنا الدولة إلا قالت لنا وشكونا هي الدولة من هي هذه الدولة؟ الدولة هي جزء للإرادة العامة عبر مختلف المؤسسات عندنا المؤسسة الملكية عندها الشرعية التاريخية وكتبع الأدوار ديالها ولكن نرى ما كافيهاش بوحدة منين يجيوا هذ الفاعلين السياسيين نرى ما يجيبوهم باش يقولون لهم أجيوا باش تمشوا عن الناس قلوا محنا يقالوا لنا وكي نرى معكم في هذا الموقف إذا هذة الدولة هي اللي انتهت في هذا النوع ديال الخطاب خاصة نعاودون جددو رؤيتنا الفكرية ونعاودون جدو رؤيتنا السياسية سينو بهذا الخطاب نقول لي وكنديرو تدبير وجودنا وأحزاب سياسية سبقتنا بزعما كانت أكتر دكاء مننا بغاية تكون أكتر دكاء أولى نخبتها وبغاية تقدير تدبير وتأمين وجودها السياسي إلى ماذا أدى بهذا وكلت في الأخذ كتقول ليش كون يجيب لي المقاعد أنا نعطيت تزكية اللي كان عندك مقعد بالقبيلة بالفلوس بعد أمي مقاريش مفاهمش غير أجي حيث أنا أخص نعير باش نكون موجود ما بعد الانتخابات باش نضمن وجودي ولا وهذا شيء واش بعيد على حزب العدارة والتنمية حتى واحد ما يقول لي لأنني لست مقتنم ولا حزب العدارة والتنمية لا يمكنش أن يكون حزب ثرة أو ذلك عنده خصوصين حزب العدارة والتنمية حزب مغربي بين وخابين مغربية الفكر البراغماتي ما بغيتش نقول شي حاجة أخرى تبخلينا نقول لأي البراغماتي أصبح هي التصرب الإخوان كي تقلقهم كي تقولوا فكر تبريري نعم فكر تبريري ما شيء كي يقول لهم لا تقولوا فكر تبرير قولوا من التفسير را كنحاول نفسره وش نفرق بين التبرير التبرير والتفسير التبرير وما تكونش مقتنع وكتقول شي فكرة التي أنت ما مقتنعش بها والناس اللي كي يسمعوك ما مقتنعين شبية وواحد دقيتان مغاربة هم ما يكونوا مقتنعين بها لأن الأحزاب بعض الأحزاب ما الذي يوقع لها الآن لا تخطب على المغاربة والمغاربة كي يسمعوها وهو هذا الذي يخطب عارف بأنه هو مقتنع شراسهم والذي يسمعوه عارف بأنه لم يقزناش وفي الأخر النتيجة را كتشوفها را كيما أحزاب فيها أزمات قبل أن ندوزوا النخبة والقضايا السياسية والفكرية قلت بي أنه فعلا كيف تتمي الاقتراح اللي عند الأستاذ العينين حول من يقول فعلا بأنه قناعات الحزبية هي مؤمنة ولكن التدبير ربما تصطدم معا لا ممكنش لا ودبه هذا أصبح منهج را ك أصبح منهج ما يمكنش تمشي عند المغاربة تقول لهم في قضايا مبدئية كبيرة أنني أنا معكم وأن هذا الشيء اللي كنت كان قراء لم أغيره ولكرة كان دير هذا السلوك وكان دفع عليه وكان تعبأ له لأنني في موقع آخر ويمكنش حشو ما فيزا فيدو الدولة حشو ما فيزا فيدو المناظرين ورسك وممزيانش بنسبة للناس الأحزاب السياسية الصلبة والقوية هي اللي كات إلا درت شي موقف تحولت فيه قناعتها ما تحشامش جي تقول نعم أنا دبا درت التدبير ديال قد قد بنت لي أمور كتير كنت كان قولها اليوم تحتاجوا إلى مراجعات وتحتاج إلى إعادة نظر وتحتاج إلى تكيف وإلا ما كنتيش مقتنع خصك تمشي من داخل الدولة تقول له هذا الخيار أنا ما مقتنعش به والأمور اللي ممكن تدير فيها هاك وهاك ركت ديرها ولكن الأمور اللي ما مقتنعش به خصك تقول ما مقتنعش به تفوض تفوض عنيها تشوف كيف شو تجيو تكون صاريح مع القواعد ديالكم على المغاربة ومغاربة رأيهم أدكية أكيل غير يقول له أستاذ أمينا بأن هذا خطاب سهل ولكن تنفيده على مستوى الواقع يمكن صعيب ما شوك تسمعوه الكلام لأنك نسمعوه طبعا حيث تنفيد دياله صعيب رهو هذا الشيء اللي وقع كما قلت لك لأحزاب قبلنا علشانا مصرر أننا ننقرأ مسارات أحزاب وطنية قبل منا مصرر أننا ننقرأ ونذكر بها في كل مرة لأننا مشي بعاد على هذا الشيء دبا الحزب العدالة والتنية كحزب قوي أنا بالنسبة لي مشي وليمحتاج النفسه لمغرب محتاج بأحزاب قوية والمغرب من صالح أن يظل حزب العدالة والتنية حزب قوي ومتميز في أدائه في قدرته على التعبئة في قدرته على الإقناع ديال القواعد وفي قدرته على الإشعاع إذا كانت الدولة غير غير تبغي حزب العدالة والتنية يتحول إلى حزب مثل باقي الأحزاب وراء عندها هذه الأحزاب موجودة لذلك أنا قناعتي أنه ما غير نصلاحه إحنا يا البلاد إذا بدلنا جلبنا بزاف وإذا نديره نبدلوا 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 نقربوا من هذا الشيء لكي نحن إذا ما نحن لدينا من حزب أنا ولا ما عرفت العدد تيال الأحزاب 34, 36, 42 و42 ما بقيتش عارفة عدد كبير عدد تتحرك حزانا هنا في هذه المؤسسة وذلك شيء 8, 19 أحزاب ما الفرق بيناتها عن الحقوق حزب العدالة والتنمية يقول لك باقي الأحزاب سنضروا طنميط طنميط الساحة السياسية طنميط الساحة الإعلامية طنميط الساحة الحقوقية طنميط في كل شيء لا يمكننا نبنيوا نموذج ديمقراطي قوي أو لا غير نتقدموا بنموذجنا الديمقراطية لا يمكننا نقنعوا المغاربة إلا ما خلناش الإختلاف وقدرتنا على أن ندبره وهذا الحس النضالي عند الأحزاب السياسية وعند قواعدها وإلا ستكون عمرها بالإمتهازين إلا ما عندك شرهانات سياسية تحرك الأعضاء وكتحفظ عليها بما لذلك من ثمن السياسة عندها ثمن يجب أن تأديها السياسة ليس مقاولة وإلا المقاولة فيها لغيس كدير للربح والخسارة السياسة يدخل ويقول نخصدي ما نكون مزيان ما نعيش تشي خسارة على الفكرة الجامعة والرهان النضالي المتجرد عند الأعضاء ويقول يدرك الرهانات الشخصية ويقول المناظرين الحقيقين يمشيون لأنهم يحسون بأن الحزب لم يعد يعكسهم وهذا الشرح بدأ عندنا مؤشرة مقلقة للحزب ما الذي قلت يجمدون الناس يستقلون الناس يمشيون بحالتهم الناس غير لا يهضرون غير يمشيون يمشيون ما عنده فلوس ما عنده أعيان ما عنده سلطة في ظهره شو عنده عنده الجاهزية والنضالية المناظرين ديروا القواعد ديرهم اللي يخرجوا بواحد طريقة أكوية من فوح التعبيئة إذا نقصت لهم هذه التعبيئة ما بقوش مآمنين ما بقوش معبئين معاك مقتنعين بالفكرة أنا أقول فكرة الجامعة والأطروحة الواضحة والعرض السياسي الواضح شو يبقوا يديروا معك غيمشيوا أولا بعد غير تهبط النتائج غير تهبط ما غير تكون شو الحزب القوي ثم يبقوا عندك الانتهازيين هذو اللي كي جاغ المواقع ديالهم اللي كي قولك أنا ما عندي غارة الحزب اللي بغايدين مويمانا نكون هنا سمحيلي أستاذة مع العينين نشارك معك أنتك تكلمتي على أن الحزب قطع يعني حيث أن هناك أزمة النخب الحالية وأنه انتهى دورها بأنه ستجد نخب أخرى إلى غير ذلك السياق النقاش المؤسمر وطني استثنائي وفتح النقاش سواء تنظيم وطني 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 إلى أي حد هذا النقاش هو سليم وصحيح الحزب قلت أنها دورة على المستوى الفكري خصوية ودرجة عرصة من أسس ونقول لك لا يصلح تبقى غالس ونجد حادثة وبها تبني إعادة النقاش الفكري يدار الناس راسيين وهاديئين وعندهم الوقت في عدة قضايا تطرحت على الحزب وباقي خط تطرح عليه وباقي الحزب أنا نقول لك واحد لانكداد دباء الحزب يقول عنده مرجعية هوياتية وكي تشبت بها بطريقة صلبة هذا لا يوجد شخصي ولكن أنا من موقع التحليل ونحن نكون بعض مرات مع نيابي في حادثة وقعت في الحزب التي قال له أنه هناك صور من عضوات تلبس لباسا معين وكذا وإنش شخصا بشيبان السياق ذيانا فكرة واضحة جاءوا الناس في مجلس وطني وأنا كنت مقررة في مجلس وطني وكان كتب معرصات وكان سمع سمعت خطب عصمة وخطب على هويتنا بقشوية غير إعلان نفير ونعرف وإحنا لن نستانع نويتنا وإحنا يبغى يمس بمبادئنا أخصي علما أنه قضية اللباس عمليا ديال أي عضو لعضو أو ديال هي شعجتان ويزعم أول غير مكتوبة وغير مكتوبة في مرجعيات وأدبيات الحزب ولكن مع ذلك لأنه فكر حركة الإسلامية حينما يشد في التفاصيل ويبني عليها وذلك يقولون لنا بعض المرات لهم توضفوا خطاب الدين بطريقة كذلك أنا كنت أكتب كنت أسمع ويقول وهيلي وبزاف هذا أنا في ذاتي من أين تأتي قضايا بالصح عند ما يمس بالأسس مكتوبة في الورقة المدابية للحزب ويأتي بطريقة براغماتية بديعة وذلك كنت أخبرت الفكر التبريري والتفاقي في أحيان وكان ذوزوها وكان خرجوا وكلموا عليها على برا في وسائل الإعلام بعض القيادات لا يستدعيها للجنة النزاه الشفافية والهيئة التحكيم الوطنية والمزارة التي تدارت صارت بالنسبة لي شيئا ليس لديك وإذن على المستوى لديك رخصة نرى ما هي الخطف الحمراء والمراجعة ما هي التي تبدل وما هي التي تبدل ولكن بهدوء شديد وبنسبة كبيرة على الإطلاق صعيب لا تشد هنا في الإطلاق على المستوى السياسي هناك مشكلة عند الحزب الحزب أصبح منسحبا في قضايا سياسية كبيرة لا ترى الصوت لا ترى الصوت وما كانت مقاطع عندها وضعية الحقوقية للبلاد وضعية بالنقاش السياسي في البلاد حزب العدل الثاني لا تستطع يكون حاضر على مستوى تأطير النقاش السياسي بأطروحات وبعرض سياسي ولا على المستوى الحقوقي وهنختملك بهذه القضية على المستوى التنظيمي تكلمت لي وسولتني على النخبة نعم أنا لست أتحرج من أن أقول أنه عندنا نخبة سياسية تقليدية في الحزب على المستوى السين الناس كبروا ولكن خلينا نقول خطاب متوازن وناضج عندنا إخوان وأخوات واكبوا هذه التجربة من دون نشأة الحركة الإسلامية وداروا فيها واحد لما صار استثنائي ونجاحات باهرة النصر ومنطلقوا من تأسيس الحركة الإسلامية ياما تكن سرية وياما تكن عندها مواجهة منهجية مع النظام السياسي في البلاد لأنها مكانش مآمنة به قاع من الأسس النظام وبدأت تكدير هذه المراجعة وهذه التحولات وهذه الاندماج غير باش تندمج في العملية السياسية ودخل لمشاركة السياسية كان نقاشات كبيرة بعضها نقرأوا عنه بعضها وكبنا شوي احنا كن صغر هذه النخبة اليوم وصلت إلى رئاسة الحكومة بمعنى نجاح في مصار نجاح سياسي باهر أدوا فيها لأخوات ضحيات كبيرة هذه نخبة مقدرة ولكن شو اللي وقع الآن وقع بأن سنة الحياة هي هذه جوءة جيال خراء جلجي الوسيط التاني التالي شباب نحن نستطيع أن أخذها لأنهم يتحضرون لدي الشبيبة والبناء صغر ويقولون لأخواتي أنا من كنت ندخل للشبيبة جيل آخر نقول نرى صافي اخواتي نسمعوه ونعطي رائعة أنا سأعطي رائعة من المتجاوزة من المتجاوزة من المتجاوزة من المتجاوزة لأنهم في الشباب يفهموا هذه النخبة التي قلت لك تنظروا وراءها و تقول وراءة أخواتي أخواتي وراءة أخواتي 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 نشأن ويقام للمغربي ويقام لأن خارمنا في بورتغال أو بورتغال أو بان عادت إبان أفق أخرى شباب يقول أخواتي أشخاص المصدر إذا نفس الشيء من نسبتي للحزب نعم الحزب يحتاج إلى ولادة جديدة سياسية وفكرية وإلى مخبتين جديدة وأنا لا ندعي إلى ركن لكي لا ندعي شيء خطب لا يجب أن ندعي شيء خطب لا يجب أن ندعي شيء خطب أنا أدعو قيادة الحزب الحالية في كل مستوياتها أدعو القيادة الحالية في كل مستويات نتكلم عن المسؤوليات بشكل مشترك داخل الحزب بلا أنه يقولوا نعم راحنا عندنا إشكال في الحزب خاصة بعد غير نعطرف على مستوى التشخيص لأننا باقينا نختلفين تماما والجواب ديرنا ما يكون الجواب تنظيمي نحن لدينا مشكلة في الحزب نحن لدينا الكتابات الجواب تنعاقد كل شيء مزيان كل شيء غادير لا ليس هذا هو المقياس هذو كل الناس طالبوا بمؤتمر استدنائي وهذه النقاشات التي تكون اليوم في التطبيقات الاجتماعية وتزعج جزء من القيادة في المواقع التواصل الاجتماعي وفي التطبيقات الداخلية المجموعات المغلقة وكان في هذا النقاش أنا كن حرص ما استطعت على تتبع بعض من هذا النقاش ما استطعت واخذك شيء كثير إذن أنا بالنسبة لي كوحدة كتر صد شنو كيبان لي كيبان لي بأن الحزب يعيش وتحولات وأن هادش ديال التعبير ديال الأعضاء وديال الشباب عن رأيهم في مواقع التواصل الاجتماعي ما غي يحبسش ما غي تصدوش بمقاربة ضبطية أو لا تأديبية ولا اللي هدر غن تديه لهايئة التحكيم ولا غن تديه للجنة النزاجية بحل الدولة منين بغت تجيب دك دك مسودة القانون ولمشروع قانون ديال تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي دا باشوف الانترنت والعالم الافترض ما عندك ما تمنطم فيه عندك في أنك تكيف وطروحاتك وآليات تواصلك باش تكون في مستوى هادشي اللي مفرض علينا الآن كل شيء الآن العالم يتقدم لحوال افتراضي واللي كيحلم بأنه غي يحبس الناس باش ما يهضروش في مواقع التواصل الاجتماع باش ما يدونوش باش ما يعبروش عنا اراؤهم راح عنده منهجية بالنسبة لي متجاوزة وغالطة في كل المستويات لا كنتكلموا على الدولة ولا كنتكلموا على التنظيمات خاصة تكون عندنا قدرة على أننا نتبنو خطاب يقنع خاصة نتبنو آليات ومقاربة التواصل يمشي آليات وضبطية وحزب العادة الاتمية فيه هادشي فيه تنازع بين التواصل والرأي وحر هذا وفيه واحد النزوع ديال المقاربة الضبطية وديالله هادو اللي قادروا تنسدع ليه ومحنا التنظيم التنظيم وفيه احيان كثيرة تعتمد غير على التنظيم التنظيم راه حرفة التنظيم صعيب فرق كبير بين نقاش سياسي انا رادي ما بنقولها للشباب وبين تدبير دياله على مستواتك والتنظيم عنده الحريفية عنده الحريفية عنده حريفيته عنده وخدر الاليات والمساطر الديمقراطية التتعية الديمقراطية نسبية راكي يكون نقاش في جه والمخرجات ديال الهيئة في جهة اخرى هذا النقاش كله والتحليل كامل اللي تكليل حدود الان انا على مشاري في نهاية الحلقة شنو اللي مخليش الحزب لانه يطرف نقاشات من غير المجلس الوطني من غير المؤسسات المتعارف عليها ومنصوص على التنظيم هذا هو النقاش اللي عندنا انا بعدها نقول بان ازمة النقاش الفكري والسياسي هي ازمة عامة عند الحزب المغربية ككل ككل وحزب العدل الاتمية كان يتميز شوية وأظن أن اليوم القناعة متحصرة في كل المستويات في الحزب على أننا نجد نلقاوا شيء آليات حقيقية معينة للنقاش لماذا؟ لأننا ندرنا الحوار الداخلي من ورد المؤتمر نعم هذا الحوار الداخلي عمرناه بذلك البيروقراطية التنظيمية وبعده وبعده بالكوطة وبالحساب وذلك الشيء محتاجه وما في النهاية لم يؤدي أغراضه حيث يكون أدى أدوار وقام يكون عندنا هذا النقاش اليوم ولذلك التنظيمات فيها جوش دقائق ثلاث دقائق الناس اللي جايين بالصيفة كيمتلوا الناس اللي عندهم مسؤوليات يكون واحد النقاش في واحد الوسط هو النقاش سياسي وفكري مفتوح أولا بعد ذلك أنا ضيق الوقت ويأتي المغرب كامل وذلك صعيب تدبير وثانيا الأفق في واشنطايا مؤمن ومقتنع بأنك تفتح نقاش بدون خطوط حمراء وتآمن بالاختلاف ونع ضرف الأخطاء كنت تصور بأنها بدأت تتحصل أنا كنت تكلم على مستوى القيادات لا أعرف كيف يحدث عن القيادات بكل صراحة أنا مناضلة داخل الحزب كنت أستطعت عن قيادة نفيذ الحزب أنا لا أعرف ما يحدث هناك ممكن تقولون هناك يقول أيضا بأنه مثلا الدعواء لمؤتمر مراطين استثنائية لا يوجد فكارات نظيمية وشغية تحلز لا يوجد إشكالات التي تنقشوا على بشدة هذه النقاش المؤتمر السنائي باش ندز عليه بعجالة أولا نجا هو نتيجة هذه المبادرة النقد والتقييم التي يطلقها شباب الحزب وللأسف أنه جزء من القيادة لا أعرف شي يستوعب هذه الآلية وحاول نعود ثاني حيث كان ذلك الخطاب كيف يتكلمون قلال؟ لا هذا الخطاب لا يسلعش أصلا بالنسبة لي أننا نستوعبه بأنه عندنا وجهات نظر مختلفة فجاء الشباب أنا من البداية خرجت ودعمت هذه المبادرة وقلت وما زلت تقول من البداية كنت نقول بأنه مهم بالنسبة لي الدينامية السياسية والحراك السياسي ولكن المخرجات التنظيمية وهي المطالب مؤتمر سيدناي أنا كان عندي منها منظوره وعرفت بأن الحزب لا يمشيش له أنا أرى بنت الحزب وكن أعرف قبل ما تنعاقد أي هيئة لا زعمة مجي بنت الحزب حافظة يعني إذا قلتي لهذه هيئة ستنعقد أنا ممكن نقول لك من ذا بش نايا المخرجات دياله فين ستوصل؟ ولكن هذا لا يمنع أنه نقول ديما الشباب رأى التغيير يجب أن يكون عندك نفس طويل ويجب أن يكون عندك أفق بيداغوجي باش تزرع وتضخ المنسوب للنقاش الفكري والسياسي اللازم حيث تنظيم سهل فكرة تنظيمية تدوزها دغية ولكن بيداغوجية تدبير نقاش سياسي والفكرة صعيبة في أحزاب مازال عندها البعد الإديولوجي حاضر لذلك المؤتمر استثنائي قبل الانتخابات في ظروف الجائحة وهذا أنا كنت تعرف بأن البنية لا تقبلوش البنية أنا كان أعرف كيف تأثر البنية يأثر فيها الخطاب العاطفي جدا جدا هناك من يتقن علي تحل هذه اللعبة الخطاب ويأثر فيها خطاب الإكرهات والعلاقة بالدولة والعلاقة بكذا يأثر فيها بشكل كبير لذلك أنا بالنسبة لي هذا الجوج الآليات الخطاب العاطفي وخطاب إكره الدولة والضغوطات وشيء تعلمونه والمعطيات هذا الخطاب ممكن تضبر به في مستويات معينة لكي تخرج من عنق الزجاجة في وقائع ولكن إلا اعتمتوا دائما وخليتي هذه الهوة تتسع ما بين قيادة الحزب في المواقع التي هي فيها وبين قواعد الحزب المناضية التي تعانيني بزاف لأنها هي التي تخلق نجاحات الحزب وأعرف قدر التضحيات التي يقدمها الإخوان والأخوات في كل مناطق المغرب تضحيات كبيرة رأى الناس تأتيهم في خدمتهم تأتيهم في فلوسهم في ولداتهم في وقتهم في صحتهم وما يطلبوا التحاجة من خارطين ويدافعوا على فكرة لأنهم مؤمنين بفكرة الإصلاح ويطلبوا شيئا بزيانا لبلادهم إذا أنا هذو كي يعنيوني إلا قالوا لي بلاتين بلاتين إلا قالوا لي لك غلطين إلا قالوا لي راحنا مفاهمين نفهم نفهمهم لا إلا ما كانوا مقتنعين معايا أنا بالنسبة لي نوقف ونوقفوا هنا في مرحلة نقولوا حزب العدلات 2 نوقف ونرجع للقواعد ونرى ما هي الإشكالية ونفتح فضاء واسع للحوار ويكون عندي شوية الخاطر يكون عندي زعمة شوية الخاطر وشوية الديمقراطية في تدبير هذا الشيء طيب إلا ما كانش المؤسام الواطنسي سيحل المشكلة كيف يمكن أن تحل كل هذه المشاكل اللي جات في لسانكم في أي فضاء معين يمكن أن يجد طريقة إلى الحل وإلى التوافق وإلى النقاش العامل كيف ما تقوله في الحقيقة هو نقاش ما الرصد اللي اعطيتي الحلوذ الآن للحزب فيه مناطق ديالتراهون على حسب الكلام ديالك كينا في السياسة وفي تدير السياسة وكينا في التنظيم وكينا في الفكر يعني قضايا اللي هي أعمل ديال أي حزب صحيح دابا باش تسولني زعمة ليسة كينش وصفة سحرية ماشي من سبيل الاستيسار حيث كالذي يستسيل وغيبو لك صعب دابا نتركته طرعلا حزب سياسي كبير عنده كبير وقوي وعنده خصوصية وحزب محترم وحزب منطم وحزب حقيقي بصدق أنا كنقول بأنه فرصة زعمة بالنسبة للبلاد وفرصة بالنسبة للرأس وحرام أنه يفقد هذا الشي كامل ويمشي غير حزب رقم كباقي الأرقام قلت لك أنا كي الإشكال على مستوى الفكري نعم وعلى مستوى السياسي نعم كيف سوف نحلوهم كل واحد خصنا القولو ولكن هذا الشي كولو خصك القناعة دير الرأسنا مدبر قيادة الحزب خصكون عندها صوت واحد وانتخلصوا من هذا الشي ديان طيار أول وطيار ثاني وهذا كيتحارب مع هذا حيث هذا غير شبك لكي الناس اللي يكلمين لا من الداخل ولا من الخارج بأنه الحزب بقي فيه شوش طيارات وهذه الطيارات راهيه من هذا السراعة مواقع بناء على مخرجات المؤتمر الفايت نعم فالناس اللي لم يعرفون يخرجوا من هذا الشي أفقهم السياسي ضيق حيث هذه وقائع توقع في الحزب ولكن راهي من يكون عندك النقاش عنده بعد فكري وسياسي لكي تستمع له لأن هذا الناس عندك ناس يشكلون طيارا واسعا أنا أؤكد لك بأنه طيار واسع يمكن ما عندهش تمثيلية داخل المؤسسات التقليدية ولكنه وجود ويدسع وفيه جزء كبير من الشباب وهذا الشباب العادي لأن الناس أغلبيتهم قلقين وغاضبين وما عاجبون ما تحدث الآن؟ الآن الجواب اللي يقوله أولا سنتعبؤون شو انتخابات دابع نوقفوا كل شيء ومن بعد نقشوا قلناها في المؤتمر الفايت قلنا دابعنا نغير تنظيم نديروا انتخابات ونجيبوا الأمين العام ونرأبوا الصدع لأنه كان عندنا صدع شرخ ومن بعد نديروا النقاش ما هذا النهج جاء الحوار الداخلي ما عاجبت نيش المنهجية ديره من البداية ومع ذلك شاركت في محطة منها أمالا في أنه يجيب شي حاجة تا هو ما درناش دابع وثاني سنأجلن بعد الانتخابات إذا نحن سنقول له حزب يدبر الانتخابات أنا سنختم لك بواحد السؤال سنختمه بانتخابات تفضل واش حزب العدل الثني وبغي يجي للأول؟ سؤال إلا بغي يجي للأول بأي عرض سياسي وبأي أطروحة سياسية هل ستكون انتخابات تأسيسية؟ 2021 لمرحلة جديدة لا أظن السياق لا يساعد على أننا نتجه إلى انتخابات تأسيسية ستنقلنا إلى مرحلة جديدة أنا كنتمنى وألوم كثيراً على الأحزاب السياسية هي أنها لا تساعد البلاد على إنجاح انتقالاتها سيختفر المرحلة الأحزاب السياسية مغيبة ما كيناش هي كتسنة كل شي كتسنة واحد الجيهة اللي تقول له شنو تدير أوه أحزاب السياسية راه الدور ديالها والنخبة السياسية هي تساعد البلاد يش يدفع نحو انتقال حقيقي جديد جديد لأن الناس راه يشتير المبادرة ملك يدير إطلق نموذج نموي جديد في هذا المجال ويجب أن تقدم لذلك اللجنة أرى هذه المنحات أنا كنا ضرحت على مؤسسة البرلانان ونتمي إلى يوم عندي العقدة أننا ننتقل الأداء ديالنا وقد قدمنا واحد اللواتي قالي لجنة النموذج النموذج هزيلة لا تعكس برلانان من هذا الحجم الذي يكون مسهم في إطلاق نموذج نموي جديد الأحزاب السياسية طلعت على مذكرة ومنظمة النقابي هذا كل ما ندار فيهم جهود نظراً لضغط الوقت ولكن هذا لا يحملوا شيء إذا لدينا أزمة أزمة نسق سياسي مركب أزمة فاعلين سياسيين أزمة خطاب أزمة خطاب حقيقية عادة لا نتكلم على ملامح إشكال السياسي والحقوقي والنخب السياسية منسحبة منه بشكل مطلق أخير سمحيلي الذي كان لوم كيين داخل الحزب ربما تلومكم أيضاً وتقول بأن هذه وجهة منظر هي فقها هي ترفع السقف وأنه لا تراعي بأن الحزب اللي يدبر يعني عشر سنوات بتدبرش النعام لا بد بصغة وبخرى سيتأثر كيف تردد على هذه المقارات؟ أنا أعرف أن هناك من ينتقل هذا وجهة نظر كأن أعرفكم ما هي ديمقراطية أنا أعتقد أنه يريد أن يقول ما هي تنطع ما هي تقول هذا غير رفع السقف ما هي تتكلمون ما هي تتهم 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 لا يعنيني ذلك أنا أقول ما هي مقتنعة بأن حزب العدل التمير كما نجاحة كبيرة بتجربة ضيارة بأن تتجربة الأولى وتتجربة الثانية لا تتهم بأن أبدا من قبل إله بنكيرا وأن هناك سياق وهذا سياق يمكنك فرق بأن الخمسة سنة الأولى وخمسة سنة ثانية وإنما أحدث هذا شيء مؤثر حتى الأداء للشخصية السياسية مؤثر وهذا الشيء سيئة في العالم هي أيضا من يمارسها ما هي أولاية المتحدة أحد رئيس يحتوي على كل شيء إذا الشخص سيئة مؤثر الأشخاص النخب مؤترة بشكل كبير نعم تؤتيك المؤسسات لا حزب عدرت أن يدر نجاحات كبيرة ولكن أو ثانية اتضحت أنه عنده حدود وعنده إخفاقات النجاحات كنت تتكلموا عليها لأنه كنتدروا عرض الحصيلة كنتواصلوا كنتجروا وزراء كنتتكلموا البرلمانيين مؤسسات ولا حتى الشيء مرة رحنا كنقولوا في خطابنا الرسمي كنقولوا عندنا نجاحات وإننا حدود أو مشاكل أو لا إخفاقات أو لا فشل في بعض الأمر حتى الشيء مرة ما نقشنا هذه القوة إحنا ديما كنتعبوا لهذا الجانب وإحنا شيء مرة ما درنا النقاش ديالنا في هذا الجانب باش نصحوا باش نستدركوا طيب قالي السؤال الأخير فحق ما سعب ناش الوقت هو ما يتعلق بالانتخابات المقبلة ونبغي ناخد رأيك فأجا واحدة تهمكم أنتم كنساء كبرلمانيات ربما الواضح لحد الآن إلى حين أن يصبح الموضوع رسميا وواضحة بأنه لايحة الوطنية للنساء أصبحت لايحة جهوية كيف باش تشوفها من ناحية السياسية لاشي من ناحية التقنية فقط أنا بغيت نقول واحد لكلام وتفضلي نخافي قلق شوية النساء شوف أنا نقاش المشاركة السياسية للنساء مرتبطة عندي أساسا بالرهان من العملية السياسية ككل أنا عود نقول لك الرهان الديمقراطي والرهان التنموي السياسة كلها كدام باش البلاد تزيد القدام على المستوى الديمقراطي تزيد تعزز مكاسيبه وعلى المستوى التنموي في المطالب الناس الاجتماعي واقتصادي وغيرها يعني المشاركة السياسية للنساء ستكون من درجة فتشي إلا فصلناها أنا بالنسبة لي لا تحقق أغرضها ولا على الأقل خلينا نقول لك ليست رهان بالنسبة لي إلى البلاد ديمقراطيا قوة المؤسسات المنتخبة استقلاليتها فعاليتها أداءها فعاليتها نجاعتها قوة النخب وحضورها في الفوض والنساء ها هما تبارك الله كي يجيوا على المستوى العدد ديكتارات أنا أقول لك ليست رهان كبير بالنسبة لي رغم أنني مؤمنة جدا ومنخريطة في قضية المساوة على المستوى المبدائي وعدم التمييز على المستوى المبدائي وحتى في المناصفة ولكن بالعمق ما هو اللي واقع لنا؟ الطلب على النساء كثير كثير وهذا بعد كتزاد في هذا الشي اللي يجا الآن العرض تأطيري الحزبي قليل ضيق ذلك الشي اللي كي تأطر الأحزاب السياسية للنساء وكتخرج منهم نخب وكفاءة نسائية حقيقية قليل والطلب كثير إذا نشنو كنديروك نجيبو نخب نسائية تقريباً لا علاقتها بالسياسة واش فرسك بأنه كين النساء برلمانية في هذه المؤسسة يالله تعلموا السياسة من البرلمان هل تقتني عن تايا بأنه غيكون شيء أداء ديال إمرأة يالله جبتها تتعلم السياسة في البرلمان البرلمان نحن هنا شوية هذا الشي مختلل بالنسبة لي في الميزان نراكم على المستوى العدادي ديال النساء ولكن نرصد هذا الشي بقلق ولكن لا نراكم كثيراً على مستوى على مستوى ما يمكن أن تضخه مشاركة النساء السياسية لمزيد من تقوية المؤسسات وضمان نجاعة أكبر الفكرة واضحة وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكر أستاذة أمينة مع العينين عوضو المنشيس الوطني لحزب العادية والتنمية على قبولها مرة أخرى لنتقوى ضيفة في هذه الحلقة وشهدنا وصلنا إلى هذه الحلقة إلى حلقة أخرى إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر